شاهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوية الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك على مدار عدة ايام في اطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بحضور الفريق اسامة اسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة اثناء ادارة المشروع وناقش الفريق اول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في اسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات المفاجئة اثناء ادارة العمليات ومدى اتقانهم لها وفقا لتقصصاتهم المختلفة وفي سياق متصل التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي عددا من مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية لحماية الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للدولة مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات واضار الفريق اول محمد زكي حوارا مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية استمع فيه لارائهم واستفساراتهم واناقشهم في كل ما يدور باذهانهم حول مختلف الموضوعات معربا عن سعادته لما لمسه من فهم وادراك صحيح لكافة القضايا والاحداث الجارية على مختلف الاصعضة وكان الفريق اسام عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة قد شاهد احدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة على مختلف المستويات واجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة العناصر المشاركة كما قام بفرض عدد من المواقف التعبوية المفاجئة للتأكد من القدرة على اتخاذ القرار السليم اثناء سير العمليات